السلام عليكم أصدقائي خلينا اليوم نتعلم كيف نعمل الـ Table of Contents اللي هو الفهرس أو جدول المحتويات في أي بحث أو تقرير في Office 365 طيب بكل بساطة المفروض في إني أنا أميز ما بين العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي اللي هو Subtitle والSupertitle الى آخري وأمشي على كل عنوان فمثلا يجب عليه أولا أجي على قائمة References ليش بدأ على قائمة References إذا أقول لكم ليش خليه شوية حتى يجيب لنا قائمة References يا جماعة راح نجعل إشي اسمه Add Text هون في عندي Level الأول العنوان الرئيسي العنوان الفرعي العنوان الفرعي من الفرعي فمثلا أنا Abstract هي عنوان رئيسي فراح أختارها مثلا Level 1 زي ما أنتم شايفين مثلا عندي Introduction أكيد راح تكون Level 1 أنا أريد شغالهم قابل مثلا مثلا 1.1 1.1 المفروضة تكون هاش مثلا Level 2 حلو خلينا نشوف لنا إشي فرعي من فرعي هيكون عندي مثلا هاي 2.3.1 أكيد هاي راح تكون هاش Level 3 وهم ورح أمشي على كل العنوان كذلك الحال طبعا 2.3 هذا لازم يكون هاي Level 2 فرعي من فرعي Level 1 Level 2 Level 3 الآن خلينا نعمل صفحة فاضية عشان نحط فيها table of contents او الفهرس او جدول المحتويات زي ما بيسموه فانا كبس control و enter عساس انزل صفحة وافضي صفحة لمين لل table of contents بنفس القائمة اللي انا فيها references اجعل table of contents هون واختار اللي هو style من هاي ال styles اللي موجودة عندي وانا افرض ان اخترت الاول هنشوف يا جماعة طبعا هذا ايجاني include بالغلط وجوز انا نضلل عليه يعني هاي راح اشيله فهاي عندي زي ما انتو شايفين table of contents خليني ارفعه على فوق شوي عندي اوكي هاي table of contents زي ما انتو شايفين يا جماعة بكل بساطة مرتب العلوان الرئيسي واحد فرعي وفي عندك cd فرعي من فرعي بكل بساطة اللي تفرض انك انت تحت في التقرير او او في ال report سابعك عملت اي update مش لازم تيجي تعملو manual بكل بساطة تعال هون يا سيد العزيز وعمل update table وقلو ايش update page number only او update entire table فحسب التغيير اللي انت عملته وكبس اوكي يا سيدي هيعدلك العنوان مع الرمز مع رقم الصفحة بكل بساطة معنى ومحبيت افيدكم اياها بالنسبة ل office 365 هاي الطريقة كانت تختلف على office 10 تحياتي لكم جميعا اخوكم محمد زتاوي